السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله و السلام و السلام عليكم في هذا الفيديو سوف ندرس رياضيات صف 7 من التعليم من أساسي الدرس الرابع في الكسور طبعا في هذا الدرس سندرس شوية أمور حول الكسور كيف ما ندرسنا سابقا ان 3 على 4 لما نجمحها مع 5 على 6 كيف ندرها يتوحد الزوز على 12 كيف ما قلنا لان 6 في 2 3 على 4 و 3 على 4 3 على 4 وهذا 2 3 على 3 9 2 على 5 10 19 على 12 ليس هذا الذي ندرسه الذي ندرسه ينرسه أما أكبر 3 على 4 أو 5 على 6 فهي نفسها لان 3 في 3 كيف نحسب هذه 3 على 4 زائد 5 على 6 3 على 4 زائد 5 على 6 كيف نحسب تعالي 3 على 3 3 2 2 في 5 2 في 6 2 في 6 هل هي أكبر من 10 على 12 ولا لا 5 على 6 طلعتنا 10 على 12 هل هي هذي أكبر من هذه نخدم مثال ثاني مثال ثاني اياهما أكبر اياهما أكبر 2 على 5 أو 1 على 4 في شن يتوحد المقامات يتوحد المقامات على 20 صحو لا 5 في 24 إذن 20 هذي قدش فيها بشتطلعنا 24 وهذي قدش تبه لها بشتطلعنا 24 5 في 4 بتسوي 20 4 في 5 بتسوي 20 إذن 4 في 2 بال8 4 في 5 ب20 هل هي أكبر من 5 على 20 لأن 5 في 1 ب5 5 في 4 ب20 إذن هذه أكبر من هذه 1 على 2 هل هي أكبر من 1 على 3 ولا أصغر من 1 على 3 دعنا نرى يتوحد المقامات على 6 أضرب المقامات على 6 أضرب المقامات على 6 ومن المقامات على 6 هذي نضرب المقامات على 2 بشوالي 6 هي 3 3 على 2 ب6 3 على 1 ب3 نفس الشيء هذي نضرب المقامات على 6 2 2 في 3 ب6 2 في 1 ب2 أما أكبر 3 على 6 أو 2 على 6 3 على 6 أكبر من 2 على 6 ومن المقامات على 6 وهذا هو شرح هذه الجزئية نزيده ثاني مثال ثاني إياهما أكبر 2 على 7 أو 3 على 8 إياهما أكبر تضرب المقامات على 7 في 8 ب56 هذي نضرب المقامات على 7 ب56 اللي هي 8 إذا 8 في 2 كيف تساوي 16 هذه نفس الشيء 7 7 في 3 ب21 على 56 أما أكبر 16 على 6 أو 21 50 أكيد 21 على 6 لك هذه هي جب السؤال عفو عفو أما أكبر بين 3 وحدات 3 وحدات اللي هي نص وخمسة على 8 واثنين على 3 أيها هما أكبر يتوحدوا المقامات كلما على بعض ركز شوية في شين يتوحدوا المقامات كلما على بعض يتوحدوا على يتوحدوا على خفقت شوية يتوحدوا على 24 أكيد 24 24 أنا فيش ناو كان 16 لا 16 هذه ما تمشيش 16 هذه الزوز يمشي 16 18 ما يمشوش ف24 يلي تمشي إذن 24 للمقامات 24 ضربة في 2 يتوحدوا على 24 وهي 12 12 1 12 1 لو تختصرها تطلع لك 12 24 ستقوم بقصة نص نفس الشيء هذه 20 ضربة في 8 لتطلع 24 اللي هي 3 3 8 24 3 5 15 24 12 24 لتطلع لنا 24 هي 8 8 2 16 24 إذن هذه أكبر من هذه وهذه أكبر من هذه 16 24 أكبر من 5 24 25 24 24 24 24 24 24 وهادي هي إجابة سؤالة كيفما درسنا سابقا جمع الكثور لو كانت نص نص نجمع نص بما أن المقام ثابت تضعه كما هو وتجمع البسط 1 زيد 1 2 هناك توب تختصر على 2 فإننا 1 على 2 فإننا 1 إذا ناتج 1 على 1 أي رقم يكون مقامة 1 يسوي الرقم نفسه سواء كان لو كان هذه فرضة هذه مش 1 فرضة هذه 5 5 على 1 يسوي 5 لك نحن لدينا 1 على 1 يسوي 1 أي شيء مقامة 1 يسوي البسط ناتج بساوي البسط جميل دعنا نأخذ مثال ثلاثة على خمسة زائد واحد على خمسة سنكتبها جيدا هناك 3 على خمسة زائد واحد على خمسة رسلناها سابقا المقام ثابت سنكتبها أجد المقام ثابت تجمع البسط 3 x 1 بيع 4 مالذي من تحقي حسنا 4 x 5 لا يوجد إختصار لست مقامة 1 لست مقامة 2 كويس جيدا فرضة نتج بسط في الوصف أجد 3 على 5 7 7 ما يساوي هذا؟ المقام ثابت ستضع كما هو 3 زائد 1 4 ناقص 2 2 3 زائد 1 4 4 ناقص 2 2 صح أو لا؟ وهذا يجب سؤال؟ نمشو لشزئية ثانية 2 على 9 1 على 9 ناقص 1 على 9 ناقص 3 على 9 زائد 8 على 9 دعنا نرتبها هناك 2 على 9 1 على 9 دعنا نرتبها بأكبر رقم نرفع هذه الطرف 8 على 9 8 على 9 زائد 2 على 9 لأن هذه إشارتها موجبة لأنها ليست موجبة لكنها ليست موجبة ناقص 1 على 9 ناقص 3 على 9 نرتبها المقام ثابت تضع كما هو كما هو 8 زائد 2 10 10 ناقص 1 9 9 ناقص 3 9 ناقص 3 9 ناقص 3 9 ناقص 3 6 Но 8 9 10 10 10 10 10 10 12 الثالثاني هو 0.5 ناقص أربعة على ستة زائد اثنين على ثلاثة اه 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 اختلاف المقامات ماذا يشتركوا كلهم مع بعض هذا؟ يشتركوا في العدد ستة صح او لا؟ او العدد اثناش دعونا نختار اثناش حتى لا تخبط اثناش اثنين ضربة في اثنين بشي طلع اثناش اللي هي ستة اثنين ضربة في ستة بشي طلع اثناش اللي هي تنين شني الوحش نضرب ثلاثة يربع الثلاثة في السيطة اللي هي اتناش اذا ستة af X ناقص اثمانية تضرب هاتف هذه اثنين في الاربعة بثلاثة اثنين في الستة بثناش زائد اربعة في ثلاثة بعد الثلاثة بالثلاثة ناقص ثلاثة الاربعة على التناش سنعمmannVf similarly نقص 8 على 12 يمشون مع بعض بسفر إذا النتج يساوي 6 على 12 في اختصار هنا نختصره على 2 فدنا 3 على 2 فدنا 6 على 3 فدنا 1 على 3 فدنا 1 على 3 فدنا 2 إذا النتج يساوي 1 على 2 هذه جابت سؤال نتجيب أن يكون نتجيب أن يكون نختار سؤال بعد وهو 4 على 5 نقص 2 على 3 زائد 1 على 6 كيف يساوي هذا؟ المقام مختلف دعونا واحد المقامات ما يشتركوا كلهم في الأكيد لو كانت مشترك بناتهم أقرب واحدة هي 30 30 ما يضربه في 5 بشترك بناتهم هي 6 ما يضربه في 3 بشترك بناتهم هي 10 ما يضربه في 6 بشترك بناتهم هي 5 صح؟ لا نتجيب أن تساوي 6 في 4 بـ 24 على 30 نقص 10 في 2 بـ 20 على 30 زائد 5 على 30 5 5 6 30 إذا 24 نقص 20 بـ 4 4 زائد 5 9 إذا نتجيب أن تساوي 9 على 30 في اختصار نستطيع إختصاره على 3 على 3 على 3 على 10 إذا نتجيب أن تساوي 3 على 10 وهذه هي إجابة سؤال نأخذ مثال ثاني اللي هو 5 على 8 نقص 4 على 6 نقص 1 على 3 كيف نجمعه ماذا؟ كلنا يمشوا في مقام واحد اللي هو أقرب حاجة اللي هو مقام يساوي 24 أعتقد 24 نقص 2 3 6 24 4 3 24 24 جيد 3 5 15 3 8 24 4 4 16 16 4 24 5 24 نقص 8 1 8 8 3 24 24 إذا ما تساوي 15 نقص 16 مقام ثابت كما هو 24 نقص كبير 15 نقص 16 8 8 نقص 8 8 8 8 8 8 9 9 8 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 10 9 10 10 أجد ناتج ثلاثة على خمسة ثلاثة على خمسة زائد أربعة على خمسة بسيطة هذه المقام متوحد إذا نضعه كما هو ثلاثة زايد أربعة بسبعة ثلاثة زايد أربعة سبعة هنا أصبح كسر غير فعلي غير فعلي غير فعلي أصبح كسر غير فعلي لأن البسط أكبر من المقام فشن نديره ندير القسم المنطولة هذي سبعة دي خمسة سبعة تقسيم خمسة فيدنا واحد واحد في الخمسة بخمسة نقص وتوى سبعة نقص خمسة بثنين ثنين تقسيم خمسة معاش تقسم إذا الناتج بيساوي واحد اللي هو هذا والثنين على خمسة هذي شابت السؤال خلي نكتفو بهذي الأمثلة والدروس اللي خدناها متوا إن شاء الله حنكمل معاكم في ضرب الكسور العادية في الجزئية الجاية إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا